مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها شوفوا شنوقع التلاميذ مساكن في حادثة سير خطيرة حادثة سير خطيرة عرفتها الطريق الساحلية بين أرغمان والناظور زوال اليوم الأربعاء حادثة سير خطيرة أصيب على إترها حوالي 37 تلميدا بجروح متفاوتة الخطورة وحسب مصادر محلية فإن استضاما عنفا بين حافلة للنقل المدرسي وشاحنة للإسمنت تسببت في إرسال عدد من التلاميذ فضلا عن صائخ الحافلة إلى مستعجلات المستشفى الحسن بالناظور من أجل تلقي العلاجات الضرورية وأفادت المصادر أن معظم التلاميذ حالتهم مستقرة وتعرضوا لخدوش وكدمات فيما إثنان منهما لحد الساعة وصفت حالتهم بالخطيرة هذا والصنفر الحادث المروع عن أصر الدرك الملكي والوقاية المدنية بالناظور حيث تنقلوا إلى عين المكان فور إختارهم بالواقعة من أجل إسعاف المصابين ومعاينة مخلفات الحادث من أجل ترتيب المسؤوليات فيه ترجمة نانسي قنقر